السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها اليمنيون الأحرار في الداخل والخارج أبناء سبتمبر وأكتوبر المجيدتين أيها الصامدون الصابرون الثابتون على المواقف والممادئ ثورية نبيلة أيها الأبطال المقاتلون المرابطون الواثبون الثائرون في ميادين العزة والمجد والكرامة أيها الأمهات والأخوات الماجدات تحية الثورة والوحدة والجمهورية نذكركم بأول يوم عاشه اليمنيون بعد قيام الثورة السبتمبرية قبل 58 عاما وكيف تنفس الشعب الصعداء والحرية بعد عدة قرون من الكبت والظلم والبطش والتنكيل والخرافة والعصبية والسلالية والإستبداد التي مارستها عصابة آل حميد الدين بحق اليمن واليمنيين ثورة أخرجت الشعب من ظلمات الجهل والتخلف والرجعية إلى آفاق جديدة وحياة حافلة بالمنقزات والحرية والعدالة والمساواة ليتجاوز شعبنا دائرة الظلم والظلام والقمع والقهر إلى فجر الحرية وحين بلغت الغطرسة والكبرياء والغرور والعنجهية بحكام آل حميد الدين ردد أحد حكامهم مقولته المشهورة إن الخلافة لا يطوى لها علموا فرد عليه طلائع ثوار أن الشعب زلزلة عاتية ستخمد نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحتي أن الشعب عاصفة طاغية لم يكن هدف الضباط الأحرار وكافة أبطال ستمبر الخالط طمعا في سلطة أو جاه أو مال مدنس ولم يكن طموحهم مجد لامع يمجده الشعراء ويعزفه الفنانون والمنحنون بقدر ما كان هدفهم السامي انعتاق الشعب من الظلم والجبروت وتحريره من غضطرسة الحكم الفردي البائد وثقافة الدل والهوان وثالوث الشر الفقر والجوع والمرض بهذه الإرادة للوطنية المحضة تمكن الأبطال من إسقاط عروش الطغاة والمستكبرين وفرت ميليشياتهم وجحافلهم تجر خلفها وصفة العار والهزيمة والانكسار ولعنة التاريخ والأجيال التي لا تزال تلاحقهم ماضيا وحاضرا ومستقبلا أيها الشعب اليمني العريق نذكركم اليوم بهذه المناسبة الغالية بعد عقود زمنية متعاقبة عاشها اليمنيون في رخاء وازدهار وأمان واستقرار لا طائفية ولا مذهبية لا جهوية ولا سلالية لا فرق بين أبيض أو أسود بين شمالي أو جنوبي بين زيدي أو شافعي بين محمدي أو موسوي الكل متساون في الحقوق والواجبات والحريات وظل الجميع على هذه الثقافة منذ قيام الثورة وحتى العام 2010 حيث كانت تحل هذه الذكرى الخالدة تتزين معها المدن والريف وتفتح المشاريع الخدمية في مختلف المجالات وتوضع الخطط الاستراتيجية في عموم البلاد حتى وصل الحال والاستقرار أن يسافر الناس فراد وجماعات من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلى الله والذئب على غنمه وفيما كان اليمنيون على موعد مع الخطة الخمسية لافتتاح المشاريع العملاقة لأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر أبرزها مشروع الغاز المسال ثاني أكبر مشروع في الشرق الأوسط بكلفة مالية تقدر بخمسة مليار دولار وبدخل سنوي يقارب المليار دولار لرفض الخزينة العامة ناهيك عن استيعابه لآلاف اليد العاملة المحلية من الخرجين والكوادر الشابة علاوة على مشروع كهرباء المحطة الغازية في مراحله الثلاث لذو غطي جميع البلاد ومدن الصالح الاستراتيجية لموظف الدولة وذوي الدخل المحدود والمدن الصناعية التي كانت على وشك البدء بها ودعوة رجال المال والأعمال وتجيعهم على الاستثمار في مختلف المجالات والنهضة العمرانية التي شهدتها البلاد وأمام كل هذه المنقذات العملاقة أقبلت نكبة العام 2011 من قبل دعاة التغيير إلى الأحسن أدعياء اليمن الجديد والمستقبل الأفضل وغيرها من الشعارات التي سحرت الشباب والبسطاء وبدعم قطري مدنس وحرصا من المؤتمر الشعب العام وزعيمه الشهيد الصالح على عدم إراقة الدم اليمني والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار سلم السلطة سلميا رغم فارق عامل القوة الشعبية والنفوذ القبلي والعسكري والشعب يدرك هذا تماما عمدت جماعة الإخوان بدعم خارجي إلى تدمير الجيش اليمني تحت مسمى هيكلة وإطلاق شعاراتهم الزائفة بالجيش العائلي وتقويض العملية الديمقراطية والمبادرة الخليجية والعملية الانتقالية للسلطة المحددة بالتوافق السياسي بعامين للرئيس هادي طبعا منها في التفرد بالسلطة والقرار وتنفيذ مشروع ما يسمى بخرافة الخلافة الإسلامية الراشدة ليعقبها النكبة الكبرى في العام 2014 حين تسللت جحافل موليشيات طهران والتي تعد امتدادا لمشروع ما قبل 62 لتسقط عمران وصولا لحصار العاصمة صنعاء وإسقاطها تحت شعار الجرعة وما إن تمكنت من مؤسسات الدولة حتى كشفت عن مشروعها التدميري خرافة الولاية والإمامة ومع مشروع الخلافة والولاية سقطت البلاد بيد عصابات ميليشيوية إرهابية تعشق الدباء والموت والقتل والخراب ومعهما تعثرت التنمية وتوقفت المشاريع والخدمات وأن عدمت مرتبات ملايين الشعب وشرد الملايين في الداخل والخارج بل أصبحت شرعية الغاب والعصابات هي السائدة والعابثة بمصير 30 مليون يمني أيها اليمنيون الأحرار كم كنا نتطلع جميعا أن تأتي هذه الذكرى الوطنية الخالدة وقد استعاد اليمنيون دولتهم المنهوبة وعاصمتهم المسلوبة وحسمت المعركة عسكريا باعتبار أن ما أخذ بالقوة لن يعود إلا بها مهما كان الثمن بيضا خصوصا بعدما شرف العام السادس على الانتهاء من هذه الحرب التي فرضت على الشعب اليمني المغلوب على أمره تحت يافطة إعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب لكنه للأسف لا شرعية عادت ولا انقلاب انتهى بيد أن التحالف العربي والأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة قدمت للشرعية والحكومة الدعم المالي والعسكري ولا تزال غير أن الشرعية خذلت نفسها والشعب معا وتحولت الحرب إلى تجارة كما يقول غالبية الناس بين نافذين في الشرعية وجماعة الإرهاب الحوثي وهو الشعب يتطلع وكله أمل أن تكون هذه المناسبة العظيمة فرصة لدعوة وطنية خالصة لكل الشرفاء والأحرار والخيرين داخل وخارج الوطن وإلى رفاق الكفاح والنضال المسلح وكافة القوى السياسية لطي صفحة الماضي بإيجابه وسلبه بحلوه ومره والتعجيل بإصلاح بسار الشرعية وإعادة البوصلة نحو عاصمة اليمن الموحد صنعاء والعودة إلى المرجعيات الثلاث والاحتكام لصوت العقل والمنطق وإنقاذ الشعب من هذه المحنة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية دون استثناء لأي طرف تتولى قيادة الملف العسكري والاقتصادي وإطلاق قفة الجبهات بما فيها جبهة الحديدة واعتبار ما حصل نزع شيطاني بين أبناء الصف الجمهوري والكل يتحمل مسؤولية إنقاذ بلد يكاد أن ينحدر إلى مرحلة هي الأخطر في التاريخ الرحمة والخلود لشهداء ستمبر وأكتوبر ونفنبر وديسمبر الخزي والعار لدعاة الفتنة والرجعية عاشت اليمن قرة أبية شامخة تحية الجمهورية اليمنية